السلام عليكم وأخيراً تفرجنا على ويتشر الجزء الثاني بعد سنتين من عرض الجزء الأول أنا من الأشخاص الذين كانوا معجب ببداية سلسلة The Witcher الموسم الأول بالنسبة لي كان بداية رائعة أخذت وكتي حتى عنه في المراجعة كان فيديو مطول كلمت على القصة لكن شرحت فيها بشكل أكبر العالم ككل العالم كبير جداً وأقدر أقول أنه استمتاعك بالجزء الثاني هيعتمد اعتماد كبير جداً على فهمك للعالم أساساً لأن في الموسم الثاني العالم هذا سيزيد في التوسع العالم يتحدث في اليوم الموسم والساوذي الموسم والساوذي الموسم والساوذي الموسم والساوذي يجب أن يكون الموسم لكن ضروري نستذكر سوى بعض الأمور المهمة في الآلاف السنين صار فيه حاجة تعرف باندماج العوالم واندماج الأبعاد نتج منها وصول البشر والوحوش لهذه المنطقة اللي اسمها القارة في القارة هذه ده بما يوصل البشر والوحوش كانت مسكونة من قبل الإلبس صار عندنا هيمنة كاملة من قبل البشر داخل القارة وما بس كده البشر نفسهم سار فيه صراع بينهم عندنا في الشمال ما يعرف بممالك الشمال عندنا في الجنوب إمبراطورية نيلفغارد وعندنا في الوسط في المنطقة اللي تفصل بين ممالك الشمال وإمبراطورية الجنوب مملكة اسمها سنترا إضافة للإلفز اللي تكلمنا عنهم وكمان جماعة الويتشرز واللي هما عبارة عن بشر لكن تم تطويرهم تم تحويلهم صار عندهم قدرات جسدية وسحرية قوية جدا إضافة لمجموعة السحرة السحرة دائما محايدين موجود منهم السحر النساء والسحر الرجال لكن مع نهاية الموسم الأول شفنا إنه السحر الآن في تحالف مع ممالك الشمال ومع نهاية الموسم الأول كمان شفنا إنه نيلفغارد قدروا إنهم يسيطروا على مملكة سنترا ومع نهاية الموسم الأول صارت المعركة الكبرى اللي اتصادم فيها الآن نيلفغارد من الجنوب وممالك الشمال من الشمال واتحادهم مع السحراء ومن ناحية القصة في الموسم الثاني فهي امتداد رائع جدا للسياسات والصراعات كل ما يتعلق بالصراعات والسياسات والاختلافات والمصالح كان رائع للموسم الثاني يتمحور ككل حول التحالفات واختلاف مراكز القوة واللي بطبيعة الحال هينتج عنها مواقف متعددة نشوف فيها غدر وخيانات والعديد من المفاجآت والأجمل إنه كل ما يتعلق بالسياسات بين الجهات المختلفة داخل القصة بيتم بسلاسة ببناء واضح جدا ومنطقي وعلى رغم تمام من وجود الوضوح التام في السياسات بين مختلف المناطق لكن هذا ما يمنح أبدا وجود عامل غموض مستمر في القصة من بداية الموسم لآخرها فكل ما يتعلق بالجانب السياسي داخل قصة الموسم الثاني والغلطة نجي الآن للشخصيات بعيدا عن الشخصيات الأساسية اللي حاجي لها بعد شوية كل الشخصيات الجانبية سواء كانوا مستمرين معانا من الموسم الأول أو شخصيات ظهرت معانا من جديد بناءها كان رائع ومتقن بنشوف دوافع كل شخصية من مناطق درامية وعاطفية بنشوف كمان خلفيات وخطط ودهاء مستمر ومتنوع بين الحديد من الشخصيات وهذا اللي يخلي الموسم رائع جدا من ناحية السياسات والصراعات المستمرة بالنسبة لي كل ما يتعلق بالجانب السياسي كان أجمل وبمراحل كثيرة جدا من ممكن القصة الأساسية اللي هي رحلة سيري مع جيراد واللي بالنسبة لي كانت ثانوية لكن لو نظرنا الآن للشخصيات الرئيسية فالوضع مختلف تماما ونبدأ بالإيجابيات وطبعا شخصية يونيفر أنا ما زلت متعلق بهذه الشخصية شخصية تم بناءها ببراعة في الموسم الأول والآن في الموسم الثاني امتداد جميل جدا في التغلغل في شخصيتها وهذه المرة في الموسم الثاني بنعيش معها بطريقة مختلفة جدا هذا الشي بيزيد من عمق الشخصية وأهميتها للقصة نشوف دوافع واضحة ونشوف كمان تخبطات مثير الاهتمام وعلى رغم من سهولة تنبؤ قراراتها مع نهاية الموسم إلى أن الرحلة كانت جدا ممتعة لكن كل ما يختص بجيرالد خصوصا مع سيري عندي معا مشكلة كبيرة جدا تبدأ بجيرالد بالبداية أبغى أدي صفقة لهنري كافيل أنا خلاص باع عني أشتراني باع عني الشخصية وأنا اشتريت أنا صرت متقبل لهنري كافيل بجيرالد بشكل كبير جدا وفيه كارزمة حلوة عند الشخصية أبدع هنري كافيل في تقديمها وكل ما يتعلق بالويتشيرز ماضيهم علاقاتهم مع بعض وكل التعقيدات المستمرة فيها برضو كانت جميلة لكن أرجع وأقول علاقة جيرالد بسيري هي الأسوأ والمصيبة أنه أول مرة يتقابلوا مع بعض كانت في نهاية الموسم الأول تقريبا الموسم السابق أبدا ما أحد فيهم يعرف الثاني جيرالد ما كان عنده أي اهتمام بآنسة أو بشخصية اسمها سيري لكن في الموسم الثاني بنوصل لمرحلة متقدمة جدا من الحب والوفاء والتضحية غير مسبوق من غير بناء واضح بنوصل للدرجة التي تحس فيها أن جيرالد حب سيري كأنها بنته هذا الشي لو تم بطريقة تدريجية كان سيكون من أجمل الأشياء التي يمكن أن نطلع فيها في الموسم الثاني أبدا الحب والحماية القصوى صاروا من البداية والمصيبة أنه في كل مرة سيري تنحط في مفترق طرق أو تحدي كبير جدا بنلاقي الموضوع بين حلوة بكل سهولة وبتكرار ممل بتدخل جراض وبعيدا عن الشخصيات الآن من القصة نخش في بعض الأمور التقنية الوحوش في الموسم الثاني أفضل وبمراحل أكرين التنين اللي ضحكنا عليه في الموسم الأول غير موجود عندنا عدة تنانين عندنا عدة وحوش تقديمهم كان جيد لكن طريقة التعامل معهم كانت سيئة لا تحس فيه جدية في القتالات مع الوحوش لدرجة ظهور الوحوش بالنسبة لي صار عبارة عن مكسترات شيء نتسلى فيه عشان نمشي القصة لأنه جرالد على الرغم من أنه شاهد كثير من الوحوش كبار وصغار وبتقنيات وقدرات مختلفة يفوز عليهم بسهولة أو بالأحرى عمري ما حسيت أنه الوضع فيه تحدي كبير أو فيه صعوبة بالغة أو فيه تبعات بعد القتال أنه ممكن نفقد جرالد أو على الأقل تضعف قوته فهذا الشيء اللي خلى كل ما يتعلق بجرالد ورحلته مع سيري والوحوش وخلافه كانت أضعف ما يكون في الموسم وحتى هينفر اللي بالنسبة لي هي أفضل شخصية في الموسم من الشخصيات الرئيسية لما نتعلق الموضوع مع سيري برضو يصير عندها جانب ضعف وحاتكلم عنه في فقرة الحرك لكن بالشكل العام كان فيه قتالات ممتعة فيه تمام تجمع لأكتر من ويتشر في مكان واحد هذا الشيء بيسلط الضوء على شيء مختلف تماما ما شفناه مثلا في الموسم الأول لكن كان فيه افتقار كبير للمعارك الكبيرة والحاسمة لو فاكرين الموسم الأول والمعارك الكبيرة اللي كانت نهاية الموسم ما فيه حاجة مشابهة في الموسم الثاني لكن الموسم الثاني فيه نقطة إيجابية مهمة جدا للكثير وهي عملية سرد الأحداث اللي كانت واضحة فيه تشعب كبير جدا لكن الخط الزمني كان واضح وهي أكبر مشكلة واجهة الكثير في الموسم الأول أقدر أقول أن الموسم الثاني نجح أن يكون عندي فضول أكبر وأكبر للتعرف على هذا العالم وهذه أهم شيء ممكن توصله مع أي موسم ثاني تحديدا لأنه ممكن تعدل الموسم الأول تقول يلا خلينا شو يجسير معاي في الموسم الثاني لكن الموسم الثاني هو الأهم في استمرارية الفضول والفضول عندي زاد ألف قصة جميلة في أبعادها وسياساتها وكائناتها ومخلوقاتها المختلفة يعيبها التنفيذ في بعض الأمور وبناء الشخصيات الرئيسية تقييمي للموسم الثاني هو سبعة ونص من عشرة حبدأ أتكلم الآن على جوانب الحرك في قصة الموسم الثاني فلما شفت الموسم للآن وقف هنا أجمل شيء عجبني في الموسم الثاني هو كيف أن كل الأحداث تقريبا كانت ماشية مع بعض بسلاسة فائقة خصوصا فيما يتعلق بهذه الساحرة اللي كانت محبوسة داخل الكوخ الساحرة تلاعبت بثلاثة شخصيات وكل شخصية من عالم مختلف أثرت على سياران وأما يجرى الأحداث ككل أولا عشنا تطور رهيب في علاقة الإلفز بالبشر فهمنا أكثر عقدة الإلفز مع البشر وحالات العنصرية اللي بيتصير فيها فهمنا كمان ماضي الإلفز نوعا ما والنبوآت اللي بيؤمنوا فيها وفهمنا كمان ليش أتحالف الآن مع الجنوب ضد الشمال ومقدار الكراهية والحقد اللي موجود مع القائدة فرانشيسكا وعشنا رحلة رائعة مع يونفر بتفهم فيها نفسها أكثر وبنتعلق معها إحنا كمشاهدين أكثر وأكثر بعد ما فقدت قدرتها على الإنجاب في الموسم الأول بعد إنهيار علاقتها بجيرالد كمان في الموسم الأول تفقد الآن السحر الخاص فيها هذا الشي خلينا نتعرف الآن على يونفر من جانب مختلف تماما مش ينفر القوية الساحرة ينفر الضعيفة المكسورة هذا الشي يخليها أكثر إنسانية هذا الشي يخليك حتى ترتبط معها في كل قراراتها السيئة حتى خيانتها الجيرالد وأخذها لسيري لكن كنت أتمنى أن الأمور تزيد تحقيدا مع نهاية الموسم خيانتها للجيرالد ما كانت سهلة كنت حابب أن الموضوع ما يحل ببساطة أبدا صح إنها ساعدتهم صح إنها وكفت معاهم بس الموضوع أكبر بكثير في موضوع ثقة هنا لو جينا للسيري كل ماله الغموض بيزيد حول هذه الشخصية الغموض بيزيد حولها هي كشخصية لكن بنفهم أكثر قدراتها السحرية المهولة شفنا الموسم الأول وهي بتخرج من سنترا وراء هذا المحارب أو الفارس الأسود كيف نصرخ اللي سويتها سبب التشقق في الأرض لكن فهمنا كمان أنه في صخر أو مجموعة أحجار معروفة بالمونولوث طاحت وقتها وانكسرت وده سببت خروج العديد من المخلوقات والوحوش وفهمنا كمان في هذا الموسم أنه هذا حجر المونولوث يعتبر عبارة عن ضوابة للربط العوالم مع القارة وفهمنا كمان كيف أنه الوحوش دائما وأبدا بيحاولوا يوصلوا لسيري وفهمنا كمان من سيري في أحد الحوارات مع غيرالت أنه هي مؤمنة أنه الوحوش ما يبغي يؤذوها طيب ليش الوحوش بيجوا وراها؟ مين بيرسلهم أساسا؟ واكتشفنا الآن أنه دمها مرتبط بدم القدماء واكتشفنا كمان أنه نوعا ما في لها ارتباط بالإلفز فيها عرق من عرق الإلفز ونوعا ما هذه كمان يخليها مرتبطة بأسطورة الإلفز إثلين وكمان اكتشفنا كيف أنه في الموسم الأول في مجموعة بتحاول توصلها هذا المحارب الأوسع الأسود بيحاول يوصلها قبل ما نعرف قدراتها وقبل ما هي تكتشف كمان أنه عندها قدرات وطلع أنه هذا الشخص هو إمبراطور نيلفغارد ويكون أبوها يعني ما زي ما كنا متصورين أبوها ما مات أبوها ما زال حي طب ليش عملت زيف موته إيش يبغى من بنته هل حيضرها ولا حيستفيد منها وإيش دوره أصلا فإنه بنته ظهرت بهذا الشكل أرة كان جميل لما كانت سيري محبوسة داخل هذا العالم الخيالي لما الساحرة مسكتها كيف وهي داخل هذا العالم شافت أبوها وأمها وجدتها وخلافهم ولما جرالسار يكلمها وبدأت ترجع لهذا العالم بدأ ينهار كل شيء في مخيلتها وأهلا كلما يتحولوا لسراب ويتحولوا لغبار ما هذا أبوها أبوها الوحيد اللي ما تحول لغبار ليش؟ لأنه ما زال حي جميل الالتفات للتفاصيل هنا الآن سيري الكل يبغاها أبوها والنيلفغارد بيدوروا عليها الالفز عرفوا عنها بسبب هذا الشخص الثاني هذا الساحر ويحسبوها الأسطورة الخاصة فيهم وكمان بيدوروا عليها والسحرة عرفوا عنها وعن قدراتها ويبغوا يقتلوها ممالك الشمال ما يرف عن قدراتها لكن لأنها الخاصة بسنترا وماسكة سنترا يبغوا يقتلوها عشان ما يكون لها أي حق في استرداد سنترا كل هذا الشي يقلل احتمالات كبيرة جدا مفتوحة في الموسم الثاني الكل جاي ورا السيري الآن صار فيه تحالف بين سيري وجيرالد وهينفر يينفر الآن حت تعلم سيري كل اللي تحتاجه إنها تطلق قدراتها بالكامل وينفر زي ما احنا عارفين هي أفضل ساحرة في القارة لكن اللي يحرق الأعصاب مرة ثانية مع سيري إنه كل حاجة مرتبط فيها ارتباط كبير بيكون ضعيف حتى يينفر اللي بنائها كان قوي لما جات مع سيري كانت أضعف ما يكون احنا عارفين إنه يينفر تعتبر إنسانة أنانية إنسان ضحط بكل شي عشان قوتها عشان سلطتها فلما جات وأخذت سيري من جيرالد كان حاجة جميلة الخيانة هنا كانت حلوة لكن حتى لو إنه ضميرها أنبها مثلا حيكون عشان جيرالد حتساعد جيرالد له هو مو عشان حبة سيري فجأة فليش هذا المحبة وليش هذا القرب وليش هذا التفاهم وحتى لو صار ليش صار بهذه السرعة بين سيري وينفر واللي يحرق الأعصاب كيف أنه سيري دائما وأبدا في أي مأزق تنحط فيه وأي وحشجة قدامها جيرالد يجي وينقذها بكل سهولة والأسوأ مع الساحرة في الأخير قتال بالنسبة لي تنفيذه كان سخيف لأن الفكرة كانت جميلة هذه الساحرة بتتغذى على الألم والمعاناة فكان السبيل الوحيد أنها توقف أنه الكل يحاول يوصل لسيري أنهم وثقين فيها ومسمحينها على أي شيء فكرة على الورق كانت جميلة لكن تنفيذها بالنسبة لي كان سيئ كيف كلهم موقفين قدامها كده كأنهم طلاب في المدرسة جايين نستامحوا من صاحبهم يا رجل حتى سيب هذا الشيء حتى القتال حق جيرالد مع التنانين اللي كانوا موجودين كان فيه تنين كبير لونه أبيض قتر بطعنة وقبلها برضو في الرحلة مع سيري جاء تنين واحد ثاني أسود قتلوا كمان بطعنة قفزة وطعنة أنا مني حارف لشق قتالات ما بتطول من الممكن يكون من ناحية التكلفة الإنتاجية بس حرام جايبين هذه المظاهر القوية وهذه الوحوش وهذا قدرة الجسدية العنجرالد وبتخلص بسرعة لكن أرجع وأقول أن الفضول ما زال كبير والنهاية المثالية للموسم الثاني صح بالنسبة للموسم الأول كان أكبر في كثير من العوالم العوامل المفاجآة الجميلة جدا صح أن التقييم هنا أقل من الموسم الأول لكن هذا أبدا أبدا ما يقلل من قوة القصة والعوالم وأتمنى أن ينزيد تغلغل في الشخصيات وبناء الأحداث يكون بشكل أفضل لأن العالم فعلا يستاهل نهاية الحلقة يريد تشاركوني في التعليقات تقييمكم للموسم الثاني من عشرة ومن بالنسبة لكم أفضل شخصيات كان معاكم ماهر موصلش بكم إن شاء الله حلقة جاية ترجمة نانسي قنقر